وطبعاً ما زالت المفاوضات مستمرة وطبقاً لمصدر رفيع المستوى فبيصرح باستقناف المفاوضات النهاردة في القاهرة وبحضور كافة الأطراف طيب كافة الأطراف كلمة شديدة الوضوح يعني بحضور الكل الكل يجلسين برح لو تتذكروا وإحنا قاعدين مع زميلي العزيز طبعاً وصديقي العزيز جداً مع فيفي وقاعدين مع الدكتور جهاد الحرزين وأيضاً صديق عزيز وكنا بنتكلم أنه ونحن نتحدث الآن هناك طاولة مزدحمة تجلس عليها كافة الوفود علشان بنتكلم إحنا عايزين نوصل وقف لإطلاق النار حيب؟ طيب أنا عايز إيه بعد وقف إطلاق النار؟ عارف لو هو مثلاً the day after اليوم التالي لوقف إطلاق النار هنعمل إيه؟ القصة مش بس فيه تفاصيل وقف إطلاق النار ده هو وقف كامل ولا هي هدنة مؤقتة ولا هي هدنة أو هدن متتبعة يتم إلحاق بعضها البعض وصولاً إلى فترة طويلة من الهدوء والسكون والاستقرار في النهاية لازم هتوصل إلى the day after سيناريو اليوم التالي أو الأيام التالية اللي هي عبارة عن إيه؟ هنعمل إيه؟ طب وقفنا ضرب النار فا فهذه بقى بيستدبعها أسئلة عديدة منها فا ماذا عن حل الدولتين؟ فا ماذا عن موقف إسرائيل من حل الدولتين؟ فا ماذا عن موقف الفصائل الفلسطينية من حل الدولتين؟ فا ماذا عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ الحقيقي من حل الدولتين خد بالك من كلمة الحقيقي دي لأنه خد بالك أحيانا كثيرة العمل السياسي بيتطلب أنه نعمل إعلانات مبهرة يعني نقول تصريح رائع جميل طبعا نحن نسعى قدما لحل الدولتين وأنه شجع لذلك ونقبل بذلك وابدأ ده كلام جميل جدا نيجي نقعد بقى معهم على الترابيزة نلقي الكلام إيه؟ مش شوية بيختلف شويتين بيختلف حل الدولتين بس يعني وهكذا طيب بس يعني دي اللي هي تفاصيل التفاصيل بقى هنبدأ نتكلم ولما تتعامل الدولتين شكل الدولة الفلسطينية عاملة إزاي فإحنا مثلا عندنا مقاربة الرئيس مقاربة زي مواصفتها كانت بعض من الصحف البريطانية وأطلقوا عليها نصا كده مقاربة السيسي للحل إنه الحل اللي قائم في إطار خارجي نقاطه الرئيسية بتقول عودة إلى ما قبل 4 يونيو 1967 صح؟ تمام وكمان تبقى القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية هنا هتقابل بالعديد من بقى إيه التفاصيل أنت اللي شفت الخريطة هتلاقي القطاع في حتة والضفة في حتة وما بينهما إيه إلى آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر